بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أراحب بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في حلقة سابقة سبب هذه الغزوة وهي غزوة تبوك وهي أنه أراد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن من بسط النفوذ في الجزيرة العربية وكذلك لفظت قبيلة قرش وكذلك قبائل العرب أنفاسها الأخيرة لم يتبقى أمام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا دولة الروم وهي الدولة العظمى في عهده صلوات الله وسلامه عليه كذلك من أسباب هذه الغزوة أن جيش الروم أرادوا أن يستعدوا لقتال المسلمين لأنهم لم يستطيعوا الثأر منهم في غزوة مؤتة لأن رغم كثرة عددهم وقلة عدد المسلمين إلا أنهم لم ينتصروا في هذه الغزوة فأرادوا الثأر من المسلمين كذلك عندما رأى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم استعداد جيش الروم بقيادة عراق العظيم الروم وكذلك الظروف المحيطة بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتنوان الكسل والخمول عند جيش وعزيمة المسلمين فقرر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خوض هذه المعركة الفاصلة مع القوى العظمى دولة الروم فهنا صرح نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بغزو الروم وأنه متجه الناحية التبوك لغزو الروم فأمر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحث نبينا ورسولنا محمد صحابته راضي الله عنهم أجمعين بخوض هذه المعركة وخوض هذه الغزو وكذلك التجهيز لهذه الغزوة فتسابق صحابته رضي الله عنهم أجمعين بالتجهيز لهذه الغزوة ومن الصحابة الذين قاموا بالتجهيز هذا الجيش وهو جيش المسلمين المسمى بجيش العسرة في هذه الغزوة وهي غزوة تبوك هو الصحابي الجليل أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه فمن فضائله رضي الله عنه أنه جهز ثلث هذا الجيش لأن المسلمون في هذه الغزوة أصابهم العسر والضيق الشيء الكثير فرغم هذا جهز أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الرشدين وأحد العشرة المبشرون بالجنة جهز ثلث هذا الجيش فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز ثلث الجيش من أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه قال له نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعده اليوم وذلك لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه جهز ثلث هذا الجيش وهو جيش العسرى فتسابق المسلمون لخوض مثل هذه المعركة وكذلك تم تجهيز جيش المسلمين وكان قوام جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل وهو أكبر جيش في غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلو استعرضنا غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن قوام جيش المسلمين ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة إن زاد وصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل ولكن في هذه المعركة وفي هذه الغزوة وهي آخر غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قوام جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من خلال برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فتسابق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز الجيش وكذلك أصبح قوام جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل وكذلك جهز أمير المؤمنين عثمان بن عفر رضي الله عنه ثلثة هذا الجيش واستعد المسلمون للتحرك نحو غزوة التبوك فغادر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بجيش قوامه ثلاثين ألف مقاتل غادروا المدينة واتجهوا نحية التبوك وذلك لقتال جيش الروم وهي أقوى الجيوش في عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلف نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على أهله في المدينة الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرون بالجنة شارك مع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل الغزوة وفي كل المعارك إلا هذه الغزوة وهي غزوة تبوك وذلك لأن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله فانطلق المسلمون بجيش قوامه ثلاثين ألف مقاتل ولكن كانوا في عسر وكانوا في الضيق ومن شدة الضيق ومن شدة العسر أن كل عشر يتعاقبون على بعير واحد وعلى فرس واحد وذلك لشدة عسر هذه الغزوة من أجل ذلك سماها ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن بغزوة العسرة فوصل المسلمون ناحية ديار الثمود وعمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها وأن لا يشربوا من مائها ثم وصلوا إلى مكان من الأماكن واشتد الحر والعطش على المسلمين فطلبوا من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى المطر من السماء فدع الله سبحانه وتعالى فرزقهم الله سبحانه وتعالى بالمطر وكذلك ارتاح المسلمون بعد أن دعا لهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعندما اتجه المسلمون إلى ناحية تبك ووصلوا عند قواعد جيش الروم لم يستطع الروم أن يقاتلوا المسلمين وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب قبل أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ناحية التبوك ألقى ربنا سبحانه وتعالى على الروم وكذلك على جيش الروم الرعب والخوف والقلق من أجل ذلك لم يتمكنوا من قتال جيش المسلمين وهذه من الخصائص التي خصها ربنا سبحانه وتعالى للنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر وهذا ما ذكره نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأعطيت الغنائم ولم تعطى لأحد من الأنبياء قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة فهنا يتبين من هذا الحديث الصحيح المروي في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن من خصائص نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر فقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش الذي يريد أن يقابله يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب وكذلك الخوف وكذلك الوجل والقلق فلم يستطع جيش الروم رغم أنهم أقوى الدول في عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مقابلة ومواجهة جيش المسلمين وبذلك كفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال وبذلك انتصر المسلمون نصرا مؤزرا في هذه الغزوة وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ماذا فعل المسلمون بعد أن ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب جيش الروم الرعب وكيف تمكنوا من الرجوع إلى المدينة وما هو حال المخلفون عن هذه الغزوة وما هي آثار هذه الغزوة هذا ما سنذكره في الحلقة القادمة من برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة